عملية معقدة نفذت بمهارة وكفاءة أمنية ومهنية عالية لا تخلو من المجازفة والمخاطر لكن المضاحين المجاهدون الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذوا العملية بمهنية عالية وإرادة لا تعرف النقوص أو التراخي أو التراجع أو المستحيل أهمية هذه العملية تأتي من أنها كشفت البنك البشري لداعش الإرهابي واعتقلت قيادات بارزة من مقاتله الأجانب وهي بحسب محللين اخترقت الجدار الأمني للهيكلية القيادية لتنظيم داعش الإرهابي جهاز المخابرات الوطني العراقي نجح بتفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ العراق متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم بحوزتها مئات الملايين من الدولارات تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحالة متنوعة وبأسلوب معقد بغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها ورؤوسها 15 عراقيا و20 فرنسيا وتستمر العمليات النوعية لأبطال هذا الجهاز المهم بعد أن نفذ عملية أمنية وسط بغداد قادت لاعتقال شبكة من المزورين والمنتحلين لصفة مسؤولين في رئاسة الوزراء وضباط في الجهاز وبحوزتهم أموال طائلة ومستمسكة متنوعة المتهمون الأربعة وبحسب جهاز المخابرات قاموا بالاتصال بعدد من المسؤولين في الوزرات والجهات الحكومية وبابتزازهم ماديا وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأختام المزورة لوزارتي النفط والتربية فضلا عن أسلحة مختلفة وعدد من شرائح الهاتف النقال وقد دوينت اعترافاتهم قضائيا أسعد علي قاسم محمد الموسوي في 2015 بدأت بارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين منتحلا صفات مسؤولين بالحكومة العراقية بالإضافة إلى انتحال صفة مدير مكتب لشخصيات اجتماعية وسياسية مختلفة وكذلك صفة موظف رفيع المستوى في رئاسة مجلس الوزراء موفق إبراهيم جوير أحمد الربيعي عام 2018 قمت بانتحال صفة مستشار في رئاسة الوزراء قمت بعقد اجتماعات بصفة مستشار في رئاسة الوزراء مع أساتذة جامعين في محافظة بغداد نشارك باسع طي عبويل الحسيني عام 2018 قمت بانتحال صفة ضابط برتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي بإضافة إلى مدير مكتب أحد المسؤولين العاملين في رئاسة مجلس الوزراء السابق لغرض تهديد المواطنين مقابل حصوله على مكاسب مالية غير مشروعة لماذا حساب عبد الرحمن صبري الناصري انتحال الصفة الضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي برتبة نقيب ودعية العمل في أحد مكاتب بغداد ومنسب للعمل في رئاسة الوزراء السيطرات القبرقية مستغلا هذه الصفة في تكوين دائرة علاقات واسعة مع ضباط في الأجهزة الأمنية وموظفين هيئة القمارك وتعد هذه العملية الحملة الأولى لمجموعة من العمليات التي يقوم بها أبطال هذا الجهاز الجبار لمتابعة كل الفاسدين وإماطة اللثام عن جرائمهم الشانعة إنها دعوة لكل العراقيين لمساندة رجال جهاز المخابرات الأبطال والإدلاء بجميع المعلومات التي تؤدي إلى تفكيك شبكات الفساد الموجودة بالداخل أو تلك التي تقود إلى ضرب الإرهاب لإرساء قواعد عراق آمن ومستقر ترجمة نانسي قنقر